السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مسموم التعليمية النهاردة اصدقائي هنذكر مع بعض Part 2 من يونت 6 من منهج Connect Plus وده ان شاء الله يا اصدقائي اخر حاجة عندي في منهج Connect Plus كل عام وانتم بخير يا لتي اصدقائي تدعموني بلايك للفيديو ما تنسوش تشاركو في القناة وتفعالوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد يلا اصدقائي نبدأ درسنا مع بعض هنا عندنا صديقتنا بيزي بي بتقول انظر واقرأ انظر واستمع واقرأ هنا عندي بيقول يعني هيا بنا نذهب للأقصر عندي بتقول يعني مدينة كبيرة يوجد اشخاص او ناس يعني وكمان فيها اصواق بقى فيها ايه اشخاص او ناس واللي هي كمان الاسواق شايفيني اصدقائي هنا بيقول قلنا قبل كده بتستخدم مع الجامع طبعا هنا بيتكلم عن حاجات كتيرة بيتكلم عن اللي هما الناس هوتلز فنادق كتير ماركس اسواق كتير طبعا دور كلهم جامع علشان كده حطينا وقلنا there are طبعا عندي بيكشن نمبر وبيقول يعني يوجد معابد لقصر يعني في لقصر يعني قديمة جدا زي ما شايفين هنا اصدقائي كمان مستخدم علشان المعابد جمع نمبر ثري بيكشن نمبر ثري لقصر is hot يعني لقصر بتكون حرة there isn't a peach يعني ما فيها الشاطئ شايفين انا عندي مستخدم there is علشان مفرد peach اللي هو الشاطئ مفرد يبقى عندي there are تستخدم مع الجامع there is تستخدم مع المفرد بعد كده بيقول but there is يعني ولكن يوجد the river nile يوجد نهر النيل يعني هي حرة ما فيها الشاطئ لكن فيها نهر النيل the river is wide يعني واسع you can see boats يعني انت يمكنك اللي انت تشوف فيها قوارب او اللي هي المراكب زي ما شايفين هنا كده عندي في البكشن اللي قدامي عندي بيزي بي بتقول read a game اقرأ مرة تانية choose اختار and complete واكمل هنا جايب wide يعني واسع big كبير old قديم عندي number one بيقول luxor is يعني luxor ما لها هنقول is big يعني كبيرة بها هيكتب big number two the trumples المعابد are r a طبعا هنقول old يبقى هنا عندي the temples are هنقول all يعني قديمة number three the river nile نهر النيل is هنقول wide يعني واسع عندي بيزي بي بتقول what can you see near your house ask an answer ايه اللي انت بتشوفه بالقرب من your house من بيتك اسأل واجب هنسأل سؤال هنقول what can you see near your house ايه اللي انت بتشوفه جنب بيتك كل واحد هيقول هو شايف ايه انا مثلا هقول i can see يعني انا شايفة هقول مثلا school انا شايفة مدرسة كل واحد هيكتب اللي هو شايفه هنتخد الاصدقائي عندي اللي بيجي لبعده هنا عندي بعنوان ايجب يعني مصر our بتاعتنا يعني كلنا landscape يعني مناظر طبيعية يعني مصر ومناظرنا الطبيعية بيزي بي بتقول look and read انظر واقرأ هنا بيقول there are وانا there are بيجي بعدها جمع lots of amazing places يعني يوجد الكثير من الاماكن المزهلة in ايجبت يعني في مصر هنا عندي اول حاجة بيقول an oasis an oasis معناها الواحة it's a place يعني مكان in the desert يعني الواحة مكان في الصحراء with trees يعني باشجار and water وكمان فيها مية this is سوى oasis يعني دي واحد سوى people الناس can grow يعني بيزرعوا plants النباتات and flowers وزهور in an oasis يعني في الواحة يعني في الواحة بيزرعوا فيها نباتات وزهور بعد كده بيقول there are يعني يعني يوجد سان ديون اللي هي الكذبان الرملية in the desert يعني في الصحراء some يعني بعض سان دون الواحة الرمال دي او الكذبان الرملية بتكون are very big يعني بتكون كبيرة جدا بعد كده بيقول people الناس can go يعني يستطيعوا ان هما يذهبوا معناها التضحلق على الرمال كلمة مهمة وهنفذها طبعا اصدقائي عندي الكلمات اللي بتكون موجودة باللون الاسود الغامق الكلمات طبعا عندي دي حفظ متفقين طب نشوف اللي بعد كده بيقول there are يعني يوجد coral rives يعني اللي هي الشعاب المرجانية بتوجد فين اندهب في دهب بعد كده عندي بيقول people الناس can go يعني بيذهبوا snorkeling اللي هي رياضة الغوص يبقى عندي snorkeling معناها الغوص and see lots of fish وكمان بيشوفوا الكاسين من السمك عندي bzb بتقول read again اقرأ مرة تانية and match ووصل هنا عندي number one see 1 هنا اصدقائي هنختار عندي a b r c يلا نشوف مع بعض طبعا هنا هنختار people grow plants and flowers النبا الناس بيزرعوا نباتات وظهور يا اصدقائي number c طيب بعد كده عندي number two sand dunes اللي هي الكذبان الرملية هنقول ايه هنقول people الناس go sand purring يعني هما بيستسحلقوا على الرمال دي number a عندي number three color rills اللي هي الشعب المرجانية هنقول people see fish الناس بيشوفوا السمك هنتقل الاصدقائي عندي البيج اللي بعد هنا بيقول ايجيب مصر our modern world يعني مصر وعالمنا الحديث بيزبي بتقول listen point and say استمع وشاور وقول هنا عندي picture number one sky scrappers يعني ناطحات السحاب زي ما شايفينها ازلقاء اللي هي بتكون الابراج العلي خالص دي زي ما شايفينها كده دي اسمها ناطحات سحاب طبعا الكلمات اللي موجودة عندي في البيج اللي قدامي الكلمات دي طبعا عندي مهمة وحفظ دي عندي اسمها sky scrappers يعني ناطحات سحاب عندي picture number two shopping mall يعني اللي هو ملاكز التسوق او محلات التسوق اللي هي المول يعني shopping mall طبعا عندي picture number three restaurant اللي هو المطحم number four library اللي هي المكتبة number five museum المتحف بعد كده عندي بيزي بي بتقول look on the listen and read انظر واستمع واقرأ بعد كده بتقول لنا number يعني رقم هنا عندي number one بيقول there are you got lots of things يعني الكثير من الاشياء to do اللي احنا بنعملها in the city في المدينة i go to يعني انا اذهب to the new shopping mall with my family انا بذهب اللي هي الملاكز التسوق او المولاد دي يعني الجديدة مع اسرتي طبعا دي اصدقائي بتكلم عن picture number two يبين هلكتب two بعد كده عندي جملة اللي بعدها بيقول the library المكتبة has lots of books يعني بيوجد فيها كتب كثيرة طبعا دي عندي picture number four اللي بعدها we can see all things in the museum يعني احنا بنشوف حاجات او اشياء قديمة في المتحف طبعا دي picture number five بعد كده عندي اللي بعدها we can eat in a big restaurant يعني احنا بناكل في مطاعم كبيرة طبعا دي picture number three اخر حاجة عندي بيقول this يعني هذا sky scrabble اللي هو نطحات السحاب is very tall يعني بتكون طويلة جدا ودي اصدقائي هتكون picture number one هنتقل اصدقائي عندي البج اللي بعدهم learn phonics with busy be تعلم الاصوات مع النحلة اصدقائنا ان احنا بتقول لنا listen استمع point and say استمع وشاور وقول عندي اصدقائي في البج دي هنتعلم مع بعض sound e مع a وعندي كمان e طبعا دي اصوات بتكون long vowels بتدينا اصدقائي one sound بتدينا صوت واحد اللي هو صوت e e تمام اصدقائي زي هنا عندي كلمة peach 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 هنا عندي tree tree شجرة tree شجرة باكده عندي بيزبيب بتقول underline يعني ضع خط تحت اللي هي الاصوات اللي احنا تعلمناها l-e مع l-a and double e اللي هما طبعا ندير اصوات وقلنا عليها long vowel say the words يعني وقرأ الكلمات زي ما شايفين اصدقائي هنا عندي كلمة sheep sheep خروف see see يعني بحر طبعا هنا اصدقائي هنحط خط تحت اللي هو double e كمان letter e and letter a بعد كده عندي بيزبيب بتقول write and say يعني اكتب بقول هنا عندي peach peach يعني شاطئ tree tree شجرة see see بحر هنا عندي number one بيقول it's in the هنا بيقول ده يعني ايه طبعا ديه اصدقائي هنقول هنا the tree يعني شجرة number two it's on the طبعا زي ما شايفينه هو قاعد فين قاعدة على peach الشاطئ طيب number three بيقول it's طبعا هنا هنقول ايه اصدقائي هنقول see the sea يعني ده بيكون بحر هنتقل اصدقائي عندي البيج اللي بعده بيزبي بتقول look on the listen and read واقرأ هنا بيقول يعني في مصر بكذا بيقول in Egypt في مصر there isn't a lot of rain يعني ما فيش مصر مطرة كتيرة there is a lot of desert وفيه كمان يوجد صحراء كثيرة it's important من المهم to save water ان احنا نحافظ على المية او احنا نوفر المية زي ما قلت الكلمات اللي باللون الاسود الغامي الكلمات دي حفظ عندي اول حاجة بيقول the high dam السد العالي holds water بيحمل المية four cities للمدن الكبيرة towns ومنهم الصغيرة village اللي هي القرى and farmers والمزارع بكده بيقول farmers الفلاحين use بيستخدموا irrigation اللي هو array to water plants ان هما يسقوا النباتات يبه هنا عندي الفلاحين بيستخدموا الرية علشان يسقوا النباتات بكده بيقول we can't turn off احنا نستطيع او احنا يعني مفروض ان احنا turn off ان احنا نغلق fast اللي هي الحنفيات اللي هو الصنبور يعني او الحنفية to save water ان احنا عاش خاطر ايه نوفر المية ونحافظ يعني على المية بزي بيستخدموا بزي بيستخدموا read and mat يعني اقرأ وصل هنا عندي اول حاجة بيقول damn اللي هو السد العالي هنا حنختار اصدقائي واحدة من تتل الموجودين قدامي هنا حنختار ايه حنقول this is a thing يعني ده شيء to hold water in rivers يعني الشيء اللي بيحمل المية في الانهار بقى كده عندي هنا بيقول irrigation اللي هو الراي هنا حنختار اصدقائي this is how farmers get water to plants يعني دوت بيخلي او زي الفلاحين ان هما بيسقوا ان نحصلوا على المية علشان يعني النباتات عندي اخر حاجة فاست اللي هي الحنفية هنا عندي بيقول this is a thing you can't turn off to save water يعني ده شيء اللي احنا مفروض ان نحنا نقفله علشان نحافظ او نوفر على المية هنتقل الاصدقائي بعد كده عندي البيتج اللي بعده هنا بيقول بيزيبي بتقول listen and read يعني استمع واقرأ هنا بيقول ايجبت مصر is a hot country يعني دولة او بلد حرة how do people stay cool in the head ازاي او كيف يعني الناس بيبقوا اقصر برودة انزهيت في الحرارة دي يعني بيقول ان مصر بتكون بلد حرة هو عاوز بيبقوا اكصر برودة في الحرارة هنا عندي اول حاجة بيقول don't go out when the sun is very hot يعني ما تخرجش بره لما الشمس بيكون حارة تاني حاجة بيقول drink lots of water يعني اشرب مية كتير بعد كده عندي اصدقائي جايب هنا عندي مقارنة بين ايجبت ذان وايجبت ناو يعني مصر قبل كده ومصر دلوقتي بيقول يعني اني زمان بيكون all the houses البيوت القديمة in the desert بتكون في الصحراء have thick walls يعني فيها الحوائط بتاعتها الحيطان يعني بتكون كثيفة او سميكة made of mud بتكون مصنوعة من الطين this is a wind catcher wind catcher معناها الطواحين او المراوح الهوائية بيقول it keeps acidic يعني بتخلي المدينة اكثر برودة ده اصدقائي بالنسبة ايجبت قبل كده اما عندي ايجبت ناو او مصر الان بيقول we wear sun screen يعني احنا بنحط اللي هي الكلمات الواقية من الشمس بيقول كمان we make our buildings cool يعني بنخلي كمان بتكون المباني بتاعتنا دلوقتي اكثر برودة طبعا زي ما شايفين دي صورة المكيفات اللي هو التكييف طبعا بتخلي بيوتنا اكثر برودة بعد كده عندي بيزي بي بتقول read again اقرأ مرة تانية check يعني تع صح than ثم now or than and now يعني بيقول حط اللي هي الصورة اللي عليها قدامها كلمة than الان اللي هي قديما صوري قديما يعني و now الان وبعد كده than and now يعني هي الصورة اللي بتمشي في كلتا الحالتين طبعا هنا عندي اول كلمة هنا بيقول than اللي هو قديما طبعا هنحط ايه اصدقاء check على وين كاتشار اللي هي الطواحين الهوائية طيب now الان طبعا نحط ايه check اللي هي sun screen اللي هي الكلمات الواقية من الشمس اما عندي than and now قديما والان طبعا هي ايه المية المية طبعا ما نضعش احنا نستغنى عنها سواء دلوقتي او قديما او في المستقبل وكده اصدقائي انا خلصت معاكم unit 6 لاعظوكم الفيديو لايك شير وما تنسوش تشكو في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد good bye